حذر المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني السكان من خطر تجسس الروسي والصيني المسؤول البريطاني أشار إلى رصد المخابرات عشرة آلاف محاولة من قبل جواسيس أجانب يسعون لاستمالة الأشخاص العاديين في المملكة المتحدة فيما دعت جهزة الأمن البريطانية المواطنين للتعامل مع خطر تجسس الروسي والصيني بنفس يكضت التعامل مع الإرهاب الاستخبارات البريطانية تقدم سنويا تقريرا عن التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وفي السنوات الأخيرة أضحت الهجمات الإلكترونية محطة اهتمامها المملكة المتحدة رفعت في السنوات الأخيرة مستويات التحذير حول التجسس الأجنبي الذي وفق استخباراتها أضحى يستهدف مجالات عدة بعضها قد يدد حياة الأفراد فسياسيا تتهم بريطانيا روسيا بمحاولة التدخل في شؤونها والتأثير على القرارات السياسية من بين الاتهامات التي جرت تحقيق بخصوصها اختراق موسكو للبيانات من أجل التأثير على استفتاء بريكسيت وإلى جانب روسيا تتهم سلطات البريطانية الصين بمحاولات متكررة للتجسس وهذا في مسعى لسرقة البيانات والمعلومات من أجل أخراض تجارية أما الجزئية التي أثارتها الاستخبارات البريطانية حول تهديد حياة الأفراد فهي إمكانية تدمير البنى التحتية من خلال هجمات إلكترونية تستهدف أنظمة تسيير شبكات المياه والكهرباء ورعاية الصحية وفي الإطار الصحي حذرت لندن من محاولة موسكو وبكين استهدف بحوث لقاح كورونا كما اتهمت العاصمة بنشر الأكذيب والشكوك حول لقاح أكسفورد الذي طورته بريطانيا